تقول قبل سمانية أشهر حصل بينها وبين زوجها يعني ضرب ومشاكل ويعني أو هو السؤال من الزوج تقول زوجتي تهجم علي وتستفزني بالكلام وتقول طلقني فاشتد الغضب بي وفقدت أعصابي وأنا في حالة غضب شديد ولا أعي ما أقول وأرغمتني فقلت لها أنت طالق وكان هذا في طهر عاشر هافي وندم بعدها ندما شديدا وقبل أسبوع حصل بيننا خلاف فغضبت منها وفقدت السيطرة على نفسي ولم أستطع التحكم في أعصابي وقلت لها أنت طالق بدون ما أشعر أنت طالق هذه الكلمة وأنا في حالة غضب شديد وكانت زوجتي حينها يعني حائض وعندما هدأت أعصابي ندمت على ما قلت فأنا أحب زوجتي ولا أريد أن أنفصل عنها ولدينا طفلتان ولم أفكر أن أتلفظ بهذا الكلام لكن الغضب أعمى يعني أعمى تفكيري وشعوري ما حكم ذلك وهل وقع الطلاق؟ أقول لك أنت لا تحبها ده في الحقيقة الذي يتلفظ بكلمة الطلاق ويجعلها علكة في فمه ده إنسان إما أنه يدعي محبة لزوجته وليس محبا لها حقيقياً أو أنه يحبها لكنه منهار عديم الشخصية وضعيف أمام أذنى المسيرات وده إنسان ضعيف هش من داخله الذي لا يستطيع التحكم في تصرفاته الفعلية أو القولية ده إنسان ضعيف وإنسان هش وعديم الشخصية الأمر الآخر ذلك الزوج الذي يكبل ويعرقل مسيرة حياة زوجته بكلمة طلاق بمناسبة وغير مناسبة ده إنسان يعني بيمحو كرامته من نظر زوجته بيكون عديم الكرامة وعديم الشخصية ذلك الذي يستخدم تلك الكلمة سيفاً مسلطاً على عنق زوجته ليكدر مزاجها وصفوها ده إنسان فقد مرؤته وكرامته في نظر زوجته وليس جديراً بأن تكون الدفة في يديه فلابد أن تتحكم في تصرفاتك واضح إنك مزاكر جيداً بدليل كل شوية أعمل إيه؟ ده الغضب وإنت مفكر أنه في حد بيطلق زلطه وهم بيهزروا مع بعض مثلاً ويقول لها ما رأيك يا أمة فلانة أنت طالق مسلاً؟ لا أبداً ما هو الطلق بيحدث في وقت عصبية ووقت يعني حدة غضب طب أعملي أترك المكان وتمشى شوية غادر المكان فاءت أعصابك عد ستفئ أعصابها بدل أن نطلق ونندم طب ما نطلقش ولا نندم ورزلك نصيحتي لأخينا فلتذهب بزوجتك لمكتب من مكاتب دار الإفتاء المنتشرة في عواصم المحافظات المصرية في المناطق الأزهرية أنا لا أستطيع في الحقيقة أن أتحمل مسؤولية الفتوى في مسألتك حتى أقف على حقيقة غضبك والهو غضب تنفلت فيه الأعصاب ولا تدري ما تقول أم هو غضب يمكنك أن تمسك بزمام لسانك ويعني لا تنطق إلا بما تريد وإلا ما الذي حملك على أن انتقيت كلمة طلاق من 12 مليون وخمسمائة مفردة في قواميس اللغة العربية وانتقيتها دون غيرها لتلقي بها على رأس زوجتك لتدمر شمل أسرتك وبتقول عندنا بنتين لن تخايف على بناتك ولن تخايف على بيتك ولا على زوجتك فلتذهب لدار الإفتاء